أهلا بكم أحباء المتابعين اليوم سوف نقدم لكم حلقة خاصة حول نقش عربي عطر عليه في شمال السعودية أتار نقاشا حادا بين مؤيدين لصحته وبين مشككين في حقيقته هذا النقش يدعى نقش زهير يؤرخ حسب رأي البعض لوفاة شخصية عمر بن الخطاب وقبل أن ندخل في صميم الموضوع وتحليل هذا النقش من الناحية الفنية باستخدام أدوات علمية كمادة علم المخطوطات والخطاطة والنقوش نقدم لكم تعريفا لهذا النقش يسهل علينا الخوض في مناقشة محتوى وخلفيته يقول النص بسم الله أنا زهير كتبت زمن توفي عمر سنة 24 اكتشف هذا النقش سنة 1999 ميلادية من طرف الدكتور علي بن إبراهيم الغبان وحرمه السيدة حيات بن عبدالله الكلايبي أثناء تحضيرها رسالة الدكتوراه ورغم أهمية هذا النقش إلا أن أول مقال نشر عنه كان سنة 2003 أي بعد مرور حوالي أربع سنوات من الاكتشاف بعنوان أقدم نقش إسلامي مؤرخ بسنة 24 هجرية الموافق ما بين 644 ميلادية و 645 ميلادية يفيد السيد الغبان أن النقش تم العطور عليه بين منطقة العلا والحجر بين قوسين مدائن صالح محافظة المدينة المنورة على بعد حوالي 400 كيلو متر شمال المدينة على طريق حج أبو زريبة كما أفاد السيد الغبان أن النقش موجود على جرف يقع على الجانب الأيمن من الوادي بينما يتوجه المرء إلى الشمال يؤرخ هذا النقش لوفاة الخليفة عمر بن الخطاب وهو أقدم نقش إسلامي مؤرخ على الإطلاق كما يفيد عنوان المقالة مما يجعله في غاية الأهمية لهذا السبب قام الدكتور علي الغبان رفقة الدكتور روبرت هيولند بترجمة هذا المقال للغة الإنجليزية لنشره على نطاق أوسع وذلك سنة 2008 ميلادية يفيد الدكتور الغبان أن زهير هذا ربما حضر حادث طعن عمر بن الخطاب في المدينة المنورة أو سمع بها من أحد الأشخاص الذين حضروا مقتل الخليفة فبقي الحدث عالقا بدهنه وأراد أن يؤرخ له على طريق الحج من سوريا حتى يبقى ذكرى وفاة الخليفة عمر في أدهان المارة من الحجيج والمسافرين عبر هذه الطريق ثم انتقل الدكتور الغبان لتحليل النص حسب مخزونه الثقافي والعقائدي وحاول البحث عن شخصية زهير صاحب النقش وشخصية عمر صاحب الوفاة فعبارة توفي عمر سنة 24 أعطت للسيد الغبان حتمية لا مناصة منها أننا أمام شخصية عمر بن الخطاب لأنه هو الشخصية العمرية التي توفيت في سنة 23 هجرية في يوم 26 دول حجة أما شخصية زهير جاءت مجهولة في هذا النقش لكن لحسن الحظ عطر السيد الغبان على نقش آخر لزهير هذا بالقرب من النقش الأول مكتوب عليه أو منقوش عليه أنا زهير مولى ابنة شيبة فعاد الأستاذ الغبان مرة أخرى للموروط الإسلامي للبحث عن هذه الشخصية إلا أنه لم يجدها رغم وجود العديد من الصحابة باسم زهير حيث ذكر أسماء صحابك زهير الخطعمي الذي أرسله معاوية إلى عمر بن الخطاب بخبر فتح قيصرية بحسب اليعقوبي أو زهير بن قيص البلوي أو زهير بن رفيع الأنصري أو زهير بن قردم بن العجيل واللائحة طويلة كما وجد العديد من النساء اللواتي ولدنا لابن شيبة في القرن الأول لهجري كرملة بنت شيبة ورفقة إحدى زوجات عثمان بن عفان وكذلك فاطمة بنت شيبة زوجة عقيل بن أبي طالب كذلك عافية بنت شيبة بن عثمان القريشي وغيرهن وتوصل السيد الغبان لنتيجة مفادها قد يكون زهير هذا راعي عند إحداهن ثم قدم لنا اقتراحا مفاده أن زهير هذا بدكره سنة 24 هجرية لوفاة عمر بن الخطاب يحتاج لخمسة أيام على الأقل للوصول إلى موقع النقش إذن من خلال هذه المعطيات التي قدمها الدكتور الغبان يتبين أنه يقدم لنا سيناريوهات جاهزة عن شخصية زهير وعمر وبنت شيبة في الرواية الإسلامية التي تحتاج هي بدورها لتوتيق مادي لم يستطع أحد أن يثبته من قبل وهذا النوع من التحليل في علم الآثار أصبح متجاوزا في عصرنا الحاضر وانتقد بشدة من طرف كبار علماء الآثار كالعالم الآثار إسرائيل فيلكنشتاينن حيث يقول الاكتشافات الأترية الجديدة لا يجب أن تأكل شعور الشخص بهويته وتقاليد بمعنى أن البعض من العلماء الآثار يقرؤون نتائج أبحاثهم متأثرين بالروايات الكتابية التي تشكل عقيدتهم وميولهم الديني وهذا النوع من الأبحاث يعطي نتائج عاطفية لا تمتل الحقيقة التاريخية بشيء هذا من جهة من جهة أخرى وبملاحظة بسيطة يتبين أن الصورة التي توجد لدى اليونيسكو بالأبيض والأسود تختلف عن الصورة الحديثة بالألوان فالأولى فلا يوجد فيها لنقش آخر تحت كلمة عشرين أنا الحكم بن الوليد أسأل الله الجنة هذا يعني أن نقش أنا الحكم بن الوليد أضيف لاحقا على حائط الصخرة تحت كلمة عشرين أما إذا افترضنا أن الصورة الأولى بالأبيض والأسود تعرضت للتغيير بواسطة الفوتوشوب وهذا احتمال ممكن لماذا قدمت صورة مفبركة للجنة اليونيسكو من أجل التوتيق ثم لماذا لم يزل صاحب الفوتوشوب نقشا ثالثا تحت كلمة زهير وهو مطموس أصلا إذن على هيئة الآطار الصعودية أن ترد على هذه المعضلة وعلى رأسها الدكتور الغبان أما فيما يخص رسم النص من الناحية علم الخطاطة نلاحظ تنقيط نون في كلمة أنا وزمن وسنة وعشرين ثم وحرف الزي في زهير وزمن وتنقيط الباء في كلمة أربعة وثلاثة نقط على الشين في كلمة عشرين وظاهرة التنقيط لم تكن في زمان عمر ولا في الخلافة الأموية الأولى فتنقيط الحروف المعجمة حسب الرواية الإسلامية كانت على يد نصر بن عاصم الليتي المتوفى سنة 708 ميلادية وللخروج من هذه المعضلة قدم لنا الأستاذ الغبان قول الطبري أن اللغة العربية كانت هذه الأحرف قبل الإسلام منقطة وفي أيام تدوين المصاحف الأولى كتبت دون تنقيط ليضم رسمها كل القراءات الرسمية ثم بعد ذلك أعيد التنقيط مرة أخرى زمن ما بعد تدوين المصاحف وهذا الخبر غير صحيح لأن النقوش العربية قبل الإسلام لم تكن منقطة كما ادعى الطبري فالسيد الغبان في ترجمة المقال سنة 2008 قدم لنا نقش حاران الذي يعود لسنة 463 بالتقويم النبطي أي سنة 568 ميلادية أنا شرحابيل بن ضلمو بنيت داء المرطول سنة 463 بعد مفسد خيبر بعام كما تلاحظون أن النقش لا يحتوي على أي تنقيط كذلك نقش جبل أسيس بسوريا المؤرخ فعفوا سنة 423 بالتقويم النبطي أي سنة 528 ميلادية نقش عليه ما يلي إبراهيم بن المغيرة الأوسي أرسلني الحارث الملك على سليمان مسلحة سنة 423 إذن من خلال هذه الشواهد يمكن القول أن نقش زهير لا يعود لعصر الخلافة نعود الآن للخط وقد أفاد الدكتور الغبان أن الخط هو خط حجازي ولا يمكن أن يكون غير ذلك لأنه ابن الحجاز مكة والمدينة وهو يعلم جيدا أن الخط الحجازي أول من أطلق عليه هذا الاسم حجازي هو المستشرق الإيطالي مكي لأماري هو من من سماه هذا الاسم في القرن التاسع عشر الميلادي وقد نسب الخبر لابن نديم في كتابه الفهرسة لكن ابن نديم سماه الخط المكي المدني ووصفه بالمائل أي الألف واللام مائلتان نحو اليمين وعلى نقش زهير نرى الألف واللام مستقيمتان بهذا كتبت وزارة السياحة والآطار السعودية أن النقش بالخط الكوفي والسؤال المطروح هل الخط حجازي كما صرح الأستاذ الغبان فإذا كان كذلك لماذا لا نرى ميلان حرفي الألف واللام إلى ناحية اليمين كما هو عليه المصاحف الأولى للقرآن وإذا كان الخط كوفي كما تقول وزارة السياحة والآطار السعودية فالخط الكوفي ظهر في عصر عبد الملك بن مروان حيث تأثر الخط الحجازي بالخط استرانجيلو السورياني وأعطانا الخط الكوفي والدليل الآخر على أقدمية الخط ما يسمى بالخط الحجازي فلا نجد أي مصحف كامل في العالم بهذا الخط بينما العشرات من المصاحف الكاملة أو شبه الكاملة بالخط الكوفي وعليه كلا الاحتمالين لا يخدم طرح الدكتور الغبان هناك نقطتين أخيرتين طرحهما الدكتور روبرت كير في مقال له عن نقش زهير نشر في المجلد التاسع لمعهد إنارة سنة 2020 النقطة الأولى وهي مهمة جدا حيث أشار الأستاذ روبرت كير لغياب تام للقب مقرون بعمر إذا كان فعلا هو عمر بلخطاب أليس عمر بلخطاب شخصية محترمة في الإسلام فلماذا لم يكتب أو ينقش زهير أي لقب يليق بمقام عمر كعبارة الخليفة عمر أو أمير المؤمنين أو حتى عمر بلخطاب النقطة الثانية تتعلق باختلاف الحروف وعمق النقش في المقطعين أنا زهير كتبت زمن توفي عمر روبرت كير أن المقطع الثاني أضيف من قبل شخص آخر فعادة خبر وفاة شخصية معروفة جدا كعمر بلخطاب لا تحتاج تاريخ ما دام الأمر جلل وفاجعة لقسم كبير من المسلمين في ذلك العصر هذا من جهة من جهة أخرى لماذا استبعد الأستاذ الغبان احتمالية عدم ذكر التاريخ بأكمله كسنة 24 بعد المائة أو بعد المائتين وهذا الاختصار لا زال موجودا إلى عصرنا الحالي فيمكن أن أقول أني ولدت في منتصف الستينيات دون ذكر 1900 استبعاد هذا الطرح من طرف الأستاذ الغبان له تفسير واحد أنه لم يجد أي عمر دا شهرة يتناسب وفاته سنة 124 أو 224 وبالتالي حتميا أن عمر هذا هو عمر بلخطاب ولكن يمكن أن يكون أي عمر كشيخ خبيل عفوا أو أحد الشخصيات التي كانت تعيش في مجتمع وزمن زهير هذا الذي لا نعرفه نقطة أخرى أطارها الدكتور روبرت كير وهي أن مجموعة كبيرة جدا من النقوش العربية التي فاجأة ظهرت في أواخر التسعينيات وأوائل قرن الواحد والعشرين كهذا النقش فقد تعرضت خلال مئات السينيين لعوامل تعرية ولم ينتبه لها أحد من قبل الدكتور الغبان وزوجته كما لاحظنا من خلال الصورتين الأولى والثانية فظهور نقش الحكم بن الوليد تحت كلمة عشرين كشف المصطور على أن هذه النقوش تضاف إلى لائحة النقوش العربية من زمن قريب إلى وقتنا الحاضر وكلها تحاول تأريخ لشخصيات إسلامية في بداية الإسلام ونقش آخر يحمل اسم عمر بالكامل فجأة ظهر في الفترة القريبة ليؤكد تاريخية عمر بالخطاب ومرة أخرى نرى فشل هؤلاء المدلسون حين وضع صاحب النقش ألف المد بعد الطاء في كلمة الخطاب وهذه الظاهرة الإملائية لم تكن موجودة في المصاحف القديمة كمخطوطة أرب تلتمية وتمانية عشرين ألف وبه والغريب أن شخصيات هذه النقوش لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة ببعض الصحابة وصفحة الأستاذ الغبان على التويتر تشهد على ذلك حيث نشر بعض النقوش التي تؤرخ لهذه الشخصيات كعبد الله بن سعد بن أبي دباب النمري وهو حفيد الصحابي سعد بن أبي دباب النمري عم أبو هريرة بحسب الرواية الإسلامية وهذا ما قدمه الأستاذ الغبان من ترجمة للنقش سد معاوية كذلك أي سد بناه معاوية بن أبي سفيان والغريب أن صاحب النقش يذكر لقب معاوية أمير المؤمنين وسبب ظهور هذه النقوش والشخصيات يجيب الدكتور روبيرت كير جاءت بعد ظهور مدرسة المراجعين من باتريشيا كرون ومايكل كوك منذ نشر كتاب الهجريون سنة 1977 ميلادية ثم معهد إنارة الذي أصدر عددا من المجلدات يفند فيها الرواية الإسلامية بدأ الموضوع فعلا يسبب إحراج للعديد من الأكاديميين المسلمين وعلى رأسهم السعوديين فلو كان مثل هذا النقش أو هذه النقوش التي ظهرت فجأة في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين معروفة قبل هذا التاريخ لكان حجة رادعة لإخراس هذه المدرسة المشككة وأفاد الدكتور روبيرت كير أن كتاب القراءة السوريانية الأرامية للفيلولوج الدكتور كريستوف ليكسنبرغ سنة 2000 زادت طينة بلة بالتشكيك في قراءة القرآن الرسمية والمتداولة بين المسلمين بقراءتها العشر بعدما حل العديد من الغموض في صور من القرآن تحمل مقاطع من أصل أرامي بعيداً كل البعد عن محاولة تفسير الفقهاء المسلمين لهذه المقاطع والاختلاف وتضارب في تفسيرها وتأويلها لنختم هذه الحلقة رأينا في حلقات سابقة تزوير رسائل الرسول بحجج وأدلة علمية دامغة فلا غرابة أن نجد عشرات النقوش المزورة التي تحاول توطيق شخصيات كبيرة ضمن التاريخ المروي في الإسلام كعمر بن الخطاب وغيره نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة فكونوا معنا تحياتي